اشتركوا في القناة طبعا متروحون وتسحبون على القصة اسمعوا القصة طيب قبل ما نبدأ لازم تعرفون ان القصة هذه اخذتها من احد المواقع ومكتوبة من 14 سنة يعني تقريبا سنة 2009-2010 القصة مرة قديمة وباين ان القصة قديمة رح تعرفون من شوية في الاحداث يعني ولازم تعرفون قبل ما نبدأ انكم مرة وحشتوني ومرة مرة اشتقتلكم كل شوية قاعدة اعدل حس الصوت جدا عالي تقول صاحبة القصة في يوم من الايام كن جاسف غرفتي في امان الله جاني اتصال من صاحبتي وقامت تسألني انتي مخطوبة احد متكلم فيك قلت لا يعني صاحبتي انتي وعارفها الوضع يعني قامت تقولي ان اخويا يبغاك يبغا يجي يتقدم لك وقم تسألها حس النصات عالي ان شاء الله كذا تمام قامت تقولي اني انا حكيت اخويا عنك وعن شخصيتك وحب انه يجي يخطب وقمت انا اسألها كيف شخصيتك كيف تعاملها طلعاتها روحاتها جياتها قامت تحكيني عنه وتقول ان اخوي متدين وانسان رائع بمعنى الكلمة وفعلا مرت الايام وجاء خطبني رسمي كل يوم احد من اخواني يجي كان اسم خطيبي ابراهيم يجون اخواني يجي اخويا الاول يقول انا سألت عن ابراهيم عند اخويا ويقولون ما شاء الله انسان خلق ودين يجي اخويا الثاني يقول انا سألت عند الرجال فلاني ويمدح فيه ويجي ابويا يقول انا رحت منطقتهم وسألت عنه والكل يمدح فيه وفعلا تمت الامور واخذ الموافقة من اهلي وحددوا الموعد انه كتب الكتاب ويوم الزواج كلها في يوم واحد فعلا بدت اتجهز للزواج واتجهز الحياتي الجديدة طبعا احنا عاداتنا ممنوع يكلمني الا بعد الزواج يعني ما كان بيننا اي مكالمات ايام الخطوبة بما انه اصلا كتب الكتاب والزواج في يوم واحد فما ينفع يكلمني وفعلا جاء يوم زواجي صح اني كنت مضطربة لكن اضطراب طبيعي اي عروسة تحس فيه خلص الزواج وبدأنا فيه رحلة طويلة من اليوم الاول حسيت انه انسان طيب والتعامل مع ابراهيم كان التعامل جدا مريح مع انه قرر وقتها انه ما نطلع نتمشى وانه نجلس في مدينتنا ووقتها انا ما اعترضت وقلت عادي اهم شي انه نكون مع بعض خلص الاسبوع الاول وانه جالسة افتش في هذا الانسان اشوف مزاياه الاشياء الحلوة اللي فيه ومن اول يوم دخلت بيته قررت انه يكون هذا البيت اسعد مكان في الدنيا لكن كانت فيه اشياء كثير مفهمتها في حياة ابراهيم كان دايما لما يتصلون عليه اصحابه يخرج برا البيت يكلم او يجلس في السيارة وكان دايما يقول لي هذي ثوالي في شباب وحين انه يقول صاحبي يشاورني في موضوع خاص وغيرها من الحجج الي ما جاء يوم من الايام ووصلت ارسالة وهو كان في الحمام الله يكرمكم ومن فضولي فتحت الجوال كانت رسالة تمنيت ان الارض تنشق وتبلعني ولا اقراها مسحت الرسالة وحفظت الرقم وكأن شيئا لم يكن حتى حاولت اني ما ابين اني مع الصباح وقمت على طول ورحت المطبخ وقمت افكر من هذي وليش وحاولت حتى اني اغير في نفسي عشان ابعدة عن هذا الطريق لكن ابراهيم لسه انا وياه حياتنا زي ما تقولون حتى ما صار لنا روتين مع بعض دوبنا وبدأ هو يمشي على روتينة يتأخر برا البيت ولما كنت اسألة فين تسهر يقول لي عنده صحابي فصرت اسأل صحبتي اختها اقولها ابراهيم قبل الزواج كذا تقول لي واي واحيانا اصلا ما يرجع البيت شاني فلاشباك وان كلام اختها يمكنت تقول لي مطوع ومدري واستغربت كتمت في قلبي وقلت الكمال لله وحده يعني انا دوبي زوجها جديدة والمفروض سهراتي تكون مع زوجي مع الايام حاولت فهمة ان احنا لازم نكون مع بعض ونسهر مع بعض كنت اتحجج اني اخاف اجلس في البيت الحالي يعني ابغى يفهم من نفسه وانا ما احب اجبر شخص على شي هو ما يبقاه يعني ما راح اجبر ان يجلس معايا في البيت غصب يعني شخص متعود على اسلوب حياة من ثلاثين سنة ما حقدر انا في يوم وليلة اغير كل حاجة واستمر على هذا الوضع كل ليلة يسهر اليهم بعد الفجر وبدأت اوسوس كل ساعة كل دقيقة برا البيت كنت انا احترق هواجيس تلعف راسي تروح يمين ويسار اتعوذ من ابليس وقل هذا وسواس شيطان وانا اكيد الرسالة اللي وصلتها اول بالغلط مع ان الرقم مسجل في جواله مسجل باسم رجال لكن الكلام كلام انثوي المهم كنت اقول هو الحين ابراهيم فالامها مع اصحابه وانا جالسة هنا مهمومة هو جالس يضحك ويسالف ودائما كنت استسلم للنوم وانا استناه في الصالة هو دائما يرجع ولا على باله مرت الايام سريعة وبعد مرور اربع اسابيع قدر ربي ان فيه انسان ثالث يشاركنا حياتنا انا حامل طبعا وقتها ما كنت عارفة كنت عبانة وكل يوم ابراهيم يتعذر بروحتي للمستشفى بكرة اوديك بعد بكرة اوديك انا مشغول انا مفاضي واخيرا فعلا رحنا المستشفى وطلعت حامل بصراحة فرحت لاني مليت من الحياة الحالي فكرت ان الطفل اللي بينولد هذا بل تهي فيه وانست تفكير في ابراهيم شوية وسهراته وطلعاته اللي ما تنتهي فرح ابراهيم بالخبر انه بيكون عندنا بيبي ومن فرحة بشروا الكل انه احنا ان شاء الله نستنى طفل مرضت كثير في بدايات شهور حملي وابراهيم كان يتعذب معايا وحتى سهر برا ما صار يسهر يعني حدى اليهن واحد اثنين الليل وكنت احمد ربي وقولي الحمد الله اللي تغير وصار يجلس في البيت تمر الايام واكتشف في ابراهيم اشياء كثيرة واشياء تخليني اخاف من المستقبل معاه وصلتي للشهر التاسع والحمد الله صحة الجنين في احسن ما يكون صحنا كانت فترة صعبة لكن الحمد الله عدت في الشهر الاخير من الحمل وبينما احنا قاعدين نستنى الولادة كنت احس ابراهيم متلهف كل يوم شاقة يزيد للبيبي اللي جاي مو عارف اش يشتري اش يسوي كان واضح التغير على ابراهيم بشكل ملحوظ وكنت احمد ربي لاني اتمنى ان زوجي ابو وبنتي يكون افضل واحد في الدنيا ابراهيم ترك السهر خايف ان اجيني الولادة وهو بعيد عني حسيت باهتمامه الاول مرة حبيت الشعور هذا واتمنيت انه يستمر للأبد كان ديما يقول لي بنتنا بخليها تدلة على راحتها وبسوي لها كل شي تبغى كان يحلم احلام كثيرة الين ما جاء يوم الولادة والحمد الله تيسرت وتسهلت وجبت بنتي امل ابراهيم صار مجنون في بنته ما اعرف او ما اقدر اوصف لكم حب ابراهيم البنتة امل كان ينام وما يخليها تنام في سريرها ويقول لا بتنام في حضني اذا امل بكت في الليل يصحى هو اللي يسهر عندها للصبح ويقول لي نامي انا معاها عودها على الشيل لازم احد يشيلها كانت امه دايما تقول حرام عليكم عودتوها الان ما تسكت الا اذا احد واقف فيها كان دايما ابراهيم يضحك ويقول انا عودتها ومستعد اوقف طول العمر عشانها طور الموضوع صار ياخذ اجازات من شغلة عشان يجلس معاها كان حب البنتة حب مو طبيعي احيانا اجلس افكر انا اقول من يوم ما جيت بيت ابراهيم ما قدر تغير فيه شيء تقريبا عشرة شهور وتجي هذه البنوتة في يومين تغيرها 180 درجة الحمد لله الملاكة الطاهر البريئة هذه غيرت ابراهيم للأفضل انت بنتي امل كنت احسها ترتاح وتسكت وتهدع اول ما يشيلها ابوها الحمد لله ابراهيم صار يروح للمسجد صار يصلي بعد فترة طويلة من مقاطعة الصلاة صار الفجر ما يصليها الا جماعة ما اصدق ان انسان يتغير كل هذا التغير وبسبب طفلة كان يقول لي بنتي بخليها تطلع دكتورة ولا لا محامية ويجلس يختار ويحتار اش يسوي لها ويا حتى لسه ما كملت 40 يوم يعني كان متعلك فيها تعلق ما حد يقدر يتخيله بعد شهرين من ولادة امل صحينا على اتصال مفجع كان الاتصال من امي تقول لي فيه ان اخويا سوى حادث من سمعت الخبر انهرت صرت مثل المجنونة كنت اقول ابراهيم اخويا بيموت وخصوصا انه ضربة على الرأس سافرنا انا وابراهيم الاهلي خصوصا انه اهلي في بلد مجاور البلدة ابراهيم اول ما وصلنا على طول على المستشفى ولقينا العائلة كلها هناك وطبعا عرفنا ان اخويا بحاجة لدم تبرع بالدم وراح ابراهيم عشان يتبرع له وفعلا راح ما قصر راح يتبرع بالدم ورجع يوقف معانا لانه كنا في حالة ما يعلم فيها الا رب العباد كان يحاول يهديني بكل الطرق ويحاول يوقف مع امي وقف معانا وقفة ما انساها شوية الدكتور نادى زوجي ابراهيم وفعلا دخل ابراهيم مع الدكتور في الغرفة تقريبا نص ساعة كذا بعدها طلع ابراهيم من الغرفة وهو منهار واغمع عليه اش اللي صار ما ندري قمنا نصيح اش فيه اش صار له بعدها طلع الدكتور وبلغنا ان اخويا توفى يا ربي من موت الاخ كيف يكسر وقتها رحت البيت وابراهيم اول ما صحى جاني البيت بيت اعلي واول ما شافني قام يبكي انا كنت ابكي على موت اخويا بس في قلبي مستغربة يعني معقولة ابراهيم متأثر لهالدرجة ووفاة اخويا اللي اعرف ان علاقة اخويا بابراهيم علاقة عادية حتى ما بينهم اتصالات ما بينهم غير سلام عادي وحتى بس في المناسبات لان اخويا كان غير عن ابراهيم لكن قلت يمكن عشان ابراهيم تغير فقلبه صار يحب كل الناس ويشوف العالم بنظرة ثانية وقتها بكت بنتي امل وكانت اول مرة ابراهيم يسمع امل تبكي ولا يروح لها واقف يطالحها وهي على السرير ويبكي كنت اقول لي شيلها شفيك شفيك ابراهيم شيلها كان يبكي ومقادر يلمسها قام يقول لي انا برجع بيتنا لانا مقادر يواصل وجدا تعبان وانا بالي مرة مو معها انا في حالة عزا قلت له تمام والتهيت بالعزا ومع اهلي وامي لما خلص العزا اتصلت فيني اخت زوجي اللي هي صحبتي وقالت لي ترى ابراهيم في حالة يرثى لها مرة تعبان ورافض روح المستشفى وله راضي يأكل سافرت على طول ورجعت بيته دخلت لقيت ابراهيم حالة متغير سألت ايش بك ايش فيك ليه وصلت لهذه الحالة يا اخي حرام عليك انا اللي محتاج احد يواسيني انت ش صاير معك كان ساكت ما عند اجابة غير انه يبكي ما فهمت عليه طبيعي ما رح افهم انسان ساكت بس يبكي ما يبغي يتكلم من زود همي وحزني ما صرت اعطي نفسي مجال حتى افكر وقتها طلب مني مصحفي صار بس يصلي ويقرأ قرآن ويبكي حاولت اسأله يا ابن الناس ايش فيك فضفض اللي يقول ايش صاير ما كان عنده جواب غير دموعة ما اكذب ولا ابالغ لو اقول لكم انه حال تتقطع القلب ما نعرف اش قاعد يصير معه بعد يومين قال ابراهيم انا بسافر يومين وبرجع ما رح اتأخر سألته عن سبب السفر قال صاحبي يبغاني اخاوي وصدكت رجع لي بعد يومين جسمه هزيل ممحلق ما يأكل نفس وضعه ويمكن زاد ما صرنا نشوفه الا يا يقرأ قرآن يا يصلي يا نايم بنته تبكي بس يجلس يطلحها من بعيد ويبكي حاولت افهم ليش يتهرب من بنته ليش يتهرب مني قلت ممكن انه تعب نفسي تاب توبة نصوحة وقعد يعاتب نفسه يعني ان شاء الله يكون وراها خير بعد كم يوم طلب مني طلب غريب قال لي احنا بكرة بنسافر قلت احنا يعني انا وانتو امل قال لي ولازم نسافر خلينا نغير جو لانا تعبنا في الفترة الماضية واذا تبغينا الصدق انا ما كلي مزاج ابدا اسافر هم وحزن وقرف وما لي خاطر في شيء لكن لما انطلب مني ان نسافر عشان هو يرتاح ما ردعته استسلمت الامر الواقع وافقت وصلنا للبلد اللي احنا رايحين فيه ومر اول يوم عادي وفي الليل قبل ما ننام ترينا بنصح الصباح بدري عشان بنروح المستشفى قلت ليش الحمد الله احنا بخير ما فينا احد مريض ويحنا جايين نتمشى ليش نروح المستشفى قال اعرف هنا مستشفى يسوون فحص كامل او شامل بمبلغ رخيص خلينا نستغل الموضوع وانشيك على انفسنا مرة واحدة ومثل ما تقولين احنا بخير ليش خايفة قلت خلاص ان شاء الله تمام وفعلا نصحينا الصباح وروحنا عالمستشفى وسوينا التحاليق وقالوا لنا بكرة تطلع النتيجة والاحظ على ابراهيم خايف ومرتبك مر اليوم بسلام وجاء بكرة اللي هو يوم النتيجة قام ابراهيم من صلاة الفجر ما نام اصلا اول ما صارت الساعة تسعة قال بروح اجيب النتيجة بس انتي قوم يصلي الظحى وادعي لنا وادعي يا رب يحقق لي اللي في بالي طيب ان شاء الله راح المستشفى صارت الساعة 12 ظهر ابراهيم ممبين بديت اخاف لان المستشفى مبعيد خطوتين جنب الفندق افكر فين راح ذا فين سحب علي وخلاني هنا جاءت الساعة 4 العصر وبرضو ابراهيم ما جاء والبلد كان اجنبي وما اعرف احد وماني عارفة اتصرف بدت ادعي كنت خايفة يعني لو اني في بلدي بدور باي طريقة اهلا موجودين بقدر اسأل بس وقتها ما قدر اطلع شبر برا الغرفة حاولت اتصل فيه جواله مغلق وين راح ما ادري جاء المغرب وبرضو الرجال ما لا اي حس ما اعرف اتصل باهلا اتصل باهلي احنا برا طيب ايش يقدرون يسولنا جاء في بالي ان يمكن قابل احد من اخويا وتكة معاه الين ما صارت الساعة 12 في الليل وقتها خلاص بديت انهار من الخوف بديت ارتجف نفسيا ما عدني متحملة ولا شي بديتها وس وس ما كنت قادرة حتى اطلع اشتري لي اكل او اطلب لي حاجة كنت خايفة يعرفون اني الحالي ويصير فيني شي خلاص وس 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 الشيطان وس وس علي على الساعة واحدة الرجولي ما عد شالتني اسمعت صوت باب انفتح اطالع لقيت ابراهيم وقتها صرخت قلت انت فين انت فين حرام عليك انت فين الحمد لله انا فرحت يوم شفتها بخير لكن ليش يسوي فيني كذا كنت اصيح وقل لها فين كنت طول النهار كنت شفيك انت شفيك كذا احد اعتدى عليك احد خطفك سرقك شفيك يارت صدق صار فيك شي وريحتني وفكيتني منك لحظة غضب وكنت صدق مقهورة قال لي وانا طالع من الفندق ركب التاكسي والتاكسي وداني مكان ثاني ومكان بعيد من هنا وما عرف ترجع قلت اه ما عرف ترجع انت يوم اما سافرت و جيت هنا كثير كيف ما عرف ترجع هذي فين صرف هذي ماشي ماشي فين جوالك جوالك فين ليش مغلق قال راعي التاكسي سرق مني وكل شي حتى مفتاح الغرفة اه ما عرفت اصدقه ما اصدقه ما ادري لكن قال لي ان انا تحبان والانا ما عندي فلوس ما قدرت ارجع وما جيت الا مشي وهو من اول النهارة الى الان هو يمشي والله لو بتروح الصومال ماشي كان وصلت شوف كلامك مرة ما يدخل للعقل لكني بمشيها وبصدقك واتمنى ان يكون مثل ما قلت لكن الحمد لله على السلامة قام وراح عند بنتا امل حضنها وسلم عليها للامانة من زيما ما شفت يمسكها ويحضنها وانا قررت اني اكمل الوتر واستنى الفجر عشان اصلي مرة واحدة وانا وفعلا ابدان الفجر صليت وقام ابراهيم صلى وجلس قدامي وقال اسمعي اول ما تطلع الشمس خلينا نرجع يعني نرجع خلينا نرجع نرجع دولتنا وانا بروح اأكد الحجز قلت ها احنا جايين نتمشى نتذكر ان اقولت نتمشى ما تمشينا احنا قال والله انا تعبان والظاهر ان السفر مو الحل لازم ارتاح وعندي بعض الامور هناك تاركها قلت خلاص تمام طلبت مننا انه يرجع مثل الاول يكلمنا يضحك معانا يسولف معانا ووعدني بهذا الشي وفعلا رجعنا فالطيار ابراهيم كان طول الوقت ساكت الرحلة تقريبا ست ساعات ساكت اشوف بس عيونة دمع ما اعرف هل هي دموع توبة ندم خوف مصيبة ما اعرف كنت مضايقة لكن بنفس الوقت ما عندي حل لاني ببساطة ما اعرف اشبه ما يبغى يهرج اول ما رجعنا كان ابراهيم لازم البيت ما يطلع ما يروح ما يجي قلت ليش بك ساجل نفسك ليه ما تطلع مع اخويك قال اخوياتي اللي كنت معاهم اتمنى لهم الهداية وما اقدر ارجع مش في دربهم لان دربهم ما يجيب الا الدمار قلت ليش اش الدرب اللي كنتم متصاحبين فيه ما اجاوب وبنفس الوقت ما اهتمت دام النتاب بكيفة مر اسبوع لرجوعنا طلبت من ابراهيم اني اروح ازور اهلي وكأني قلت لي شي خوفة قال لا قلت ليش انا ما شفت امي من بعد العزة ولازم اروح اسلم عليها قلت لي تكفين قلت لا يعني لا ولا تنقشيني قلت انت عمرك ما رفضت توديني الاهلي رغم بعد المسافة بيننا كنت تفضالي وانت وعدت اهلي من يوم خطبتي قلت لي ان بلدنا وبلدكم واحد وبتجيبني لهم في اي لحظة وقلت دائما ما تقصر ليش الحين تمنعني ايش اسبابك ايش عندك ما كان عنده اجابة وكان يهرب بس عشان ما اكثر عليه الاسئلة قلت ما عليه بطنش اتصلت بامي واعتذرت ان ابراهيم عنده شغل وما نقدر نجي هذه الفترة وان اول ما يفضع بنمر عليهم اكيد بعدها كمان بكم يوم فاجاني ابراهيم بخبر ثاني قال لي انا استأجرت قريب من عملي ورح ننتقل نسكن هناك قلت ايش بذا كل يوم بشي جديد قلت ليش ايش فيه كمان احنا هنا قريبين من اهلك ولما نقطفش عندي اخواتك وامك مثل امي ليش تخليني الحالي هناك يعني طول النهار وانت في دوامك طبعا نفثت الامر واهلك كمان كانوا مستغربين للامانة اذا انا في مخي علامة استفهام وحدة هم في مخهم مليون علامة استفهام قالت على ربي ونقلنا وصار حتى نهاية الاسبوع ما نروح نزور اهلك عسيت بوحدة ومنعني حتى اتعرف على الجيران وما كنت اطلع ابدا مر على انتقالنا شهر ونص كنا في عزلة عن الناس نعيش حياتنا بروتيم معين ما عدا في شي واحد كنت استغرب منه كنت احيانا ادخل على ابراهيم الغرفة القاي يمسك بشنطة ولما يشوفني يقفلها بسرعة ويرتبك ولما كنت اسأل ايش فيها هذه الشنطة كان يقول لي اوراق عمل وان ما يبغاني حتى اطلع على هذه الاوراق استغربت عني لهالدرجة اشياء سرية جلست افكر كثير في هذه الشنطة ودي اعرف محتواها لاني ما صدقت صراحة كلامه ومبرراته لكني مثل كل مرة اتنازل واستسلم للي يبغى ابراهيم مرت الايام وجاء اليوم اللي كنت في موعد ثاني مع القدر وكانت هذه المرة الصدمة اكبر من اللي مضى الساعة عشر ونص الصباح ديك تليفون البيت اللي احنا فيه قالوا سلام هذا بيت ابراهيم قلتي وهذا بيت ابراهيم نعم كنت مستغربة لانه هذه اول مرة احد يتصل فيها على بيتنا قال اختي ممكن اسألك فين ابراهيم لانه احنا من الدوام واتصل عليه ما يرد وتأخر جدا انا صاحبة في الدوام قلت نعم اخوي ابراهيم طالع من خمسة ونص الفجر طالع من البيت وقال انه رايح للدوام قال ممكن صار للشغل او شي انا اعتذر اسف على الازعاج وقفل ايا اسف على الازعاج قل اسف على الفجعة ادوك على ابراهيم جواله مغلق اتصلت باخو ابراهيم اول مرة ما رد علي والثانية كمان ما رد اخو ابراهيم يشتغل في نفس مكان ابراهيم اخو ابراهيم اسمه سالم يعني ما احد غير سالم بيساعدني اتصلت كذا مرة واخير الرد علي قلت الو سالم كيف حالك اسمع صوته اصوات غريبة الو الو فلان تسمعني سالم قال الو صوتها متغير صوتها مخنوق قلت خير اش صاير اش فيك قام ينفجر ويقول ابراهيم ويبكي ويصرخ ويسكت وانا اصيحة اقول ابراهيم اش فيه اش بابراهيم اسمع صوته يبكي اول مرة اسمعه يبكي يعني سالم ابو عيال وكبير وانفجعت لسات الدنيا صادة في وجهي قلت اسألك بالله اش فيه رمى علي قنبلة يا الابراهيم بين الحياة والموت ابراهيم بيموت ابراهيم سوى حادث اليوم الصباح بلغوني لكن مرة تعبان بدون وعي صرته صارخ واسأله انتوا بأي مستشفى كفت مثل المجنونة اخفت بنتي ونزلت عالشارع اقرب سيارة اقرب تاكسي رحت المستشفى حتى وقتها تذكريني طلعت بدون غطا عقلي مو معي دخلت المستشفى اول ما شفت سالم رميت عليه بنتي امل وركضت عالدكتور كان الدكتور مانع عليه الدخول جلست اترجى الدكتور واصيح وابكي واطيح انهرت من كثر ما كان الموقف يعور القلب حتى الممرضات صاروا يبكون خلاص حسيت ان ابراهيم بيموت ويخليني حسيت بالاحساس هذا الدكتور قال خلاص تدخلين لكن اولا بنعطيك ملابس ثانيا ما تصدرين اي صوت ولا تبكين وفعلا لبست اللبس ودخلت ووقفت قدام السرير ما قدرت استوعب انه هذا ابراهيم ما قدرت حتى اقدم اكثر رجولي ما عد شالتني تربت حاولت امسك يده اللي كلها اسلاك ابر خفت اني اعور اوخرت كنت ابغى اقوله بس يسامحني كنت بقوله لا تروح بعد ما صرت الانسان المثالي اللي انا ابغى تروح ساكتا واتكلم بعيوني احس يسمعني ما قدرت اطول والدكتور يقول لي يلا لازم تطلعين الان خلاص بعد ساعات قليلة جدا وصلوا اهلي واهل ابراهيم والكل يدعي ويبكي بس للأسف الدكتور قال انه عنده نزيف داخلي وعنده كسر في الرقبة وتهتك في الرئة وانه علميا مثل هذه الحالات ما تعيش وان عاشت بتعيش بحالات مراضية اخرى قلت انا ابغى ابغى لو في امراض الدنيا ابغى اهمشي حي مميت اليوم الثاني اذان الفجر يوم الجمعة في يوم مبارك مثل هذا اليوم خرج الدكتور وقال لسالم اخو ابراهيم ان ابراهيم توفى سمعتهم وسمعت صرخة سالم عرفت ان ابراهيم مات بنتي كانت ترضع خليتها في الارض رحت بتأكد هل صدق انا اتوهم امي كانت تمسكني ام ابراهيم من عرفة اغمى عليها الكل صار بحالة الا انا في دوامة كبيرة كنت اسأل نفسي ايش قاعد يصير معايا انا في حالة صدمة ما استوعبت هل فعلا ابراهيم مات كنت اسأل امي امي فعلا مات كانت امي تصغفر وتدعي لي بالصبر ما قدرت اصدق الى ما اغمى عليها بعدها بساعتين صحيت على امي كانت امي تذكرني بالله وعدم الاعتراض وان هذا حكم الله تقولي لا تبكين ادعي له احتسبي الاجر مين فينا ما رح يموت من هذا الكلام اللي يهد النفوس رجعت البيت وكانت دفن على صلاة الظهر جابوه البيت عشان نسلم عليه اول ما فتح اخويا عن وجهها ما قدرت تتحمل الموقف ومي تقول قولي لأبريتك وحللتك دنيا واخرة قولي الله يرحمه قلت كل الكلام اللي ابغاني اقوله لكن داخليا انا قاعدة اصرخ جلست ادعي ان ربي ثبتها عند السؤال ابراهيم صحيح ان قضى فترة طويلة من حياتها يلعب ويستهتر لكن في اخر ايامه وحياته تاب وهذا الشي اللي مطمني عليها الله يرحمه قررت اني اكمل ايام العدة على ابراهيم في بيتي بيت ابراهيم اللي بديت فيه انا وياه حياتنا كل لحظة حلوب كل لحظة حزينة بعد ايام العزة بعد ايام العزة طلب مني سالم اخو ابراهيم مفاتيح البيت البيت اللي استأجر لنا ابراهيم اخر فترة عشان يرجع البيت للمستأجر ويجيب اغراضنا من هناك بعد ما وصلتني كل الاغراض لمحت شنطة بينهم ايوا بالضبط هذه شنطة ابراهيم الله يرحمه اللي قالي ان فيها اوراق سرية انا عندي فضول اكبر اني افتحها لازم افتحها واليوم اتمنى ان لو انشلت يدي ولا فتحتها قالتني كنت ميتة بدل ابراهيم ولا فتحت الشنطة حاولت اني افتح الشنطة لكن ما قدرت كل محاولاتي فشلت كان فيها رقم واخيرا فتحتها بمحاولات من اختي وطلبت منها اني اكون الحالي لاني صراحة اخاف من اللي موجود بداخلها وبنفس الوقت ابغى اكون امينة على اسرار زوجي حتى بعد وفاتها فتحت الشنطة بعد ما طلعت اختي وقفلت علي البق ولا احد معايا الا امل بنسي لقيت اوراق بنكية وحسابات واوراق تحويل بعض ممتلكاتها لامل بنتنا وتقارير طبية ما فهمتها في البداية لان لغة الانجليزية مو مرة كويسة خليتها على جنب وصرتها فتش بكل ورقة الين ما وصلت لعدة اوراق كانت ملفوفة مع بعض فتحت الورقة الاولى كانت رسالة من ابراهيم مكتوب بخط يده كلام خلاني اموت مليون مرة من الحيرة اموت مليون مرة من الخوف ايش اللي يقصد ابراهيم بكلامه كلام غير مفهوم حسيت اني بموقف ما عرف اتصرف فيه الرسالة كالاتي بسم الله الرحمن الرحيم يا رب انت بليتني وانت الهمتني الصبر يا رب ثبتني على دينك وسامحني زوجتي وام بنتي الحبيبة لم اجد من اصدقائي من هو جدير بان اشكو لها امري ولم استطيع ان ابوح به لك هذه الاوراق هي التي كانت لي صديق ورفيق اكتب بها ما يجول في خاطري ولذلك كنت اخفيها عنك ولا ادري الى متى سوف اضل اخفيها سوف اخط لك ما لم اقدر ان ابوح به لك ربما يوافيني الاجل قبل ان استطيع ان ابوح به وربما انت من يرحل قبلي ولكن الموت هو مصير كل انسان اطلبك ان تسامحيني من كل قلبك انت انسانة كتب لها القدر ان تعيش مع انسان كان لا يعرف طريق ربه انسان عاصي بكل ما تعني هذه الكلمة انا توبت ويعلم الله اني توبت وبنصوحة لا رجعت فيه بعد ان رزقني الله ببنت جميلة وعاهدت ربي ان لا اعود الى المعاصي ربما لاحظت ذلك فاني تركت ملذات الدنيا خارج البيت سامحيني ارجوك سامحيني لعل ربي يغفر لي وانا لن اتخلى عنكم اريد ان اخبرك شيء عجز لساني البوح به ارجوك تمالكي نفسك واجعل الامر السر حتى لا يبتعد عنك القريب قبل البعيد وهذا سبب كتماني له وانتقالنا في منزل بعيد عن اهلي واهلك اوسيك بشيء ربما لن تستطيعي على تحمل كتمانة ولك الحرية في البوح به او كتمانة لا تدعي علي ولكن ادعي لي باني اغفر لي ربي ذنوبي كنت اتمنى ان اترك لامل الخير لك لا تتعدى في حياتها ولكن قدر الله لي ان اترك لكم الهم والحزن ولكن كل هذا بيد الله سبحانه اصبري واحتسب الأجر من عند الله قولي ان لله وان اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله في ذلك اليوم الذي توفى فيه اخوك كتب ربي لي الشقاء ربما ليغسل ذنوبي ويطهرني منه بالعذاب الذي اشعر به واتجرعه كل يوم العذاب الذي اعيشه الان لا تعدله ملذات الدنيا كلها وما زاد عذابي هو اني قتلتك انت وحبيبتي امل نعم قتلتكم عندما ذهبت لأرى نتيجة الفحوصات التي لم تسأليني عنهم ذلك اليوم الذي تجرحتي فيه مرارات الخوف وانا كنت في احد الغرف في نفس الفندق تجرع الهم والبكة قمت بالكذب عليك في موضوع سرقتي فوضعت اغراضي في الامانات لكي تصدقيني لاني لم استطع مواجهتك وإلى الان لا استطيع ذلك اليوم الذي تضاعف فيه همي وصار الضعفين انا اسف جدا اصبري وصابري واحتسب الأجر من عند الله انتي سوف تعيشين حياة طبيعية وامل ايضا رغم حملكم المرض اعراض هذا المرض هذا ما قاله لي الطبيب في البلد الاجنبي وايضا امل سوف تعيش حياة عادية لكن ان اكتشفوا الناس المرض سوف يبتعدون عنكم جميعا ولكن انا الان في حيرة من امري كيف ابلغك عن هذا الامر وكيف ابدأ معكم ومع ابنتنا رحلة العلاج اتمنى من الله ان يطيل في عمري واتحمل انا عنك وعن ابنتي كل الهموم وواجه بكم العالم مثل ما نقلت لكم هذا المرض الخبيث لا حول ولا قوة الا بالله يا رب الصبر سامحيني يا ام امل قريت رسالة مليون مرة وانا اكتم صرخة ايش المرض اللي يتكلم عنه ابراهيم ايش اللي قتلنا انا وامل ايش اسوي كيف اتصرف مرت في خيالي صور قد شفتها عن هذا المرض صرت اصرخ اقول انا بصير مثلهم قبل كم يوم كنت اصرخ عشان ابراهيم مات الحين بصرخ علي وعلى بنتي حرام عليك ابراهيم ايش سويت عشان تقتلني انا وبنتي امي وقتها كانت تحاول تخليني افتح الباب وانا اصرخ انهارت ما عد فيني قوة حتى بنتي امل خافت وصارت تبكي يلين ما كسر الباب وقتها رجعت للواقع مريت بحالة مرضية سيئة وانا في العدة ولازم اني اخفي الموضوع واصبر مثل ما قال ابراهيم اعملت نفسي وصارت حالة نفسية جدا سيئة قطعت تعاملي مع البشر مع اهلي كنت بس على مصحفي وسجاتي وبس افكر ايش ممكن اسوي عشان بنتي مرت الشهور سريعة انا صحتي كويسة وكمان بنتي امل الحمد لله فليش ابراهيم قاعد يقول كذا ما عرف خرجت من العدة لكن ما كانت عندي الجرأة اني اروح المستشفى كل اللي قدرت اسويه اني افق مواقع النت واجلس اقرأ واشوف كل شي يخص هذا المرض الخبيث اللي عدانا فيه زوجي شفت انه فيه كثير ناس مثل وابعنا وملايين البشر يعانون معقولة عددهم زاد اثنين انا وبنتي هذا جزاتي وجزات احساني معاه كنت خلاص لازم اروح المستشفى وافحص ما بقى اشي في حياتي ابكي عليه صليت استخارة واستخرت ربي انه يرشدني للطريق الصح كنت ابكي بكه في قيام الليل امي كانت تقولي انا عمري ما شفت وحدة باخلاصك لزوجك امي ما تدري اني انا قاعدة ابكي من خوفي واني نسيت اصلا اش هذا بسم الله واني نسيت اصلا اني ابكي على ابراهيم الله يسامح ويتجاوز عنه بعد مرور ثلاثة اسابيع من طلعتي من العدة اتناميني اعتمد على نفسي واطلع للمستشفى دخل اخويا غرفتي قل يبغى اكلمك في موضوع قال اليوم بيجي سالم اخو ابراهيم ويبغى يكلمك في موضوع انا استغربت وقتها حضنت بنتي وقلت اش يبغون يخدم مني بنتي امل قال اخويا ما احد يقدر ياخذ بنتك منك قلت اجلش يبغى اش يبغم مني مكافلي سوا فيني اخوهم قال اخويا شو سوا فيك قلت راح وتركني تهربت من نظرات اخويا وقال استغفر ربك بنت الناس هذا حكم الله واللهم الاعتراض وقال ان شاء الله سالم بيجي اليوم بعد المغرب وفعلا كنت خايفة من زيارته دخلت المجلس عليهم اخو ابراهيم موجود واخويا كمان موجود دخلت لقيتهم يلاعبون امل طلب مني اخويا اني اودي امل عند خالاتها واجي وفعلا حصل دخلت وجلسوا يواسوني في فقد ابراهيم وان الحياة لازم تستمر وانا خلاص اعصابي تلفت ما استعمل اي مقدمات وحالطوا قلت ايش فيه ايش الموضوع جلسوا يتكلمون عن القضاء والقدر واخيرا سالم تكلم اخو ابراهيم قال لما انتي ابراهيم انتقلته للبيت اللي جنب دوامة انا سألت عن السبب سألت ابراهيم هل انتي تعرفين السبب قلت لا انا ما اعرف حتى امك حاولت فيه لكن ما عرفت وما رضي يقول ليش منعني من زيارتي الاهلي ومن زيارتي الاهلك قال سالم انا جاي اعطيك اجابات لهذه الاسئلة كام يسرد علينا الحكاية قال سالم انا سألت ابراهيم مرة كنا سهرانين مع بعض بعد اسبوع من انتقالنا للمنطقة وان ابراهيم اصر على السكت لكن سالم قال لو ما تكلمت بتوصل بيننا للقطاعة قل لي ايش القصة وقتها ابراهيم انهار وصار يبكي وسالم وقتها اصر انه يعرف السبب وابراهيم اعترف لسالم انه هو مريض بالمرض اللي عداني وعدى بنته فيه وان اكتشف هذا المرض يوم حادث اخويا بالمستشفى لما الراح يتبرع له بالدم المرض في الدم وانه سافر وفحص واكدوا له انه مريض بعدين احنا سافرنا وتأكد انه انا وامل كمان مصابات يعني بالعربي ابراهيم مصاب بهذا المرض من قبل ما انا اعمل صرت انا ابكي بصمت صرت ما اعرف اش اقول انشل لساني عن الحركة اخويا وسالم يستنون تعليقي لان اخويا عنده خبر بالموضوع ابراهيم في اليوم اللي اعترف فيه لاخوه سالم قال له اذا انا مت زوجتي وبنتي تكفل بعلاجهم لانه هم عندهم خير لكني شفيت الصحة اهم وسالم وعد انه يساعدنا كان سالم يكلمني وانا بالي بالصور اللي شفتها عن هذا المرض كلها اتخيلها في جسمي وجسم بنتي كنت ابكي ودموعي تتكلم بدل عني وقتها فهم سالم اني انا اعرف مسألني كيف عرفتي وقلت لهم بالرسالة قراري خلاص انت بكيت كثير الان لازم ندور طريقة عشان نبدل علاج بطريقة سرية عشان تعيشون حياة طبيعية بين البشر ما اعرف اي حياة طبيعية بنعيشها واحنا نحمل الفيروس هذا بدمنا اخوي قرر ان يسفرني انا وبنتي عشان نتأكد ونشوف ايش انسب علاج ونحاول نتحرك بسرعة ونعرف مدى خطورتها عليا وعلى بنتي كيفية الوقاية مننا بالنسبة للناس اللي نعيش معاهم عشان ما تصير المصيبة مصايب ومعاه حق اتكفل سالم اخو ابراهيم بكل المصاريف لان المحكمة ببالها طويل والورث وما ادريه ولكن الاجراءات ماشية راح سالم وجلست مع اخويا وقلت لها شفت انا ليش قاعدة امنعكم تقربون من بنتي امل ليش امنعكم تشيلونها تبوسونها عرفتوا ليش ما اكل معاكم في صحن واحد عشان كذا اقول لكم انا رون عشان كذا اقول لكم ان القصة قديمة لان المرض اللي قاعدة تتكلم عنه ما ينتقل لا باللمس ولا بالهوى يعني النفس ولا بالاكل في صحن واحد ما ينتقل بهذه الاشياء لكن واضح ان القصة قديمة لان بدايات المرض اساسا الكل كان خايف كانوا يخافون من اللمس او انهم يجلسون جنب الشخص المصاب بهذا المرض يحسبون انه ينتقل بهذه الطريقة هو لا ما ينتقل بهذه الطريقة قال لي اخويا من اليوم ورايح ايدي في ايدك الاخر لحظة ما انكر اني حسيت بارتياح لما اخويا عرف عن الموضوع وحسيت بجدية انه يساعدني قررنا انه نسافر انا واخويا وفعلا حجزنا موعد السفر بقي بس كيف نقول لهم في البيت ان احنا بنسافر وايش بنبرر لهم سبب سفرنا بنقنع البيت كله بايشي لكن اخويا اللي مسافر معايا اسمه احمد ومتزوج زوجتها ايش نقول لها وكيد بتقول ليش ما اخدتوني معاكم قلنا للي في البيت ان احنا مسافرين عساس ان اخويا يبغاني اغير جو وكلها اسبوع وراجعين والكل رحب بالفكرة بس زوجت اخويا اصرت تعرف احنا ليش مسافرين سافرنا والكل يعتقد انه فعلا مسافرين عشان نغير جو ما يدرون انه يروح تزيد همومي هموم سافرنا ووصلنا للدولة اللي نبغاها وخلصنا من الفحوصات وسويناها على يومين واليوم الثالث تطلع النتائج وطبعا انا وامر حاملين الفيروس ولازم نبدأ بالعلاج وتم تحويلي العيادة مختصة هناك شافت دكتور الفحوصات وخبرنا عن سير العلاج كيف بيكون والموعيد كيف بتكون بعد ما شرح لنا كل شي عن المرض وكيف نتعامل معاه ومسبباته وانتقالاته وغيره طبعا كان في مترجم يترجم لنا طلعت من العيادة ومعاي بنتي معايا امل جديد كلام الدكتور ريحني رجعت من السفر بعد اسبوع واهلي ما عندهم خبر بمرضي ولا بمرض بنتي رجعت وضعي تحسن وحالي كمان تحسن فهمت المرض كويس وتثقفت فيه لكن تبقى مأساتي كيف اخبر اللي معاي في البيت لانهم عاجل غير قاجل رح يعرفون وصلنا البيت الكل طلع يستقبلنا ويسلم علينا ما عدا زوجة اخويا احمد اللي مسافر معايا رحت انا وامل بنتي غرفتي لاني كنت عبانة جدا من السفر لما طلعت اللي اشوف زوجة اخويا احمد في الممر سلمت عليهم ما ردت السلام وطبيعتي اطنش اي شي ما يعجبني رحت اجلس مع امي في الصالة وهناك كانوا عيالها موجودين مديت يدي اسلم عليهم شوية اللي امه جت من وراي تمسح يده على غرفكم ولا تطلعوني لما اقول لكم امي استغربت من تصرفها قالت لها ايش بك انتي قالت ابد بس انتي شكلك ما تدرين عن شي وطنشتنا وراحت غرفتها قالت امي تصدقين زوجة اخوك هذه من يوم ما سفرت وهي متغيرة كلها تتذمر وتصارخ يمكن غيرانا من سفرتكم ولا كانت تبغى تروح معاكم شكل احمد ما خلاها الله يهديها رحت غرفتي واتصلت باخويا بغى اعرف هو قال شي لزوجته سكت وقال لي ايوة طبعا الصراحة قلت لها لانها اصرت تعرف سبب السفر بس هي حلفت انها ما تقول قدام احد وقتها انصدمت سكرت بدون اي كلمة لدرجة ان اخويا صار يدوك علي وما ارد عليه جاني اخويا واعتذر لكن بعد ايش انا ما يهمني زوجته انا يهمني امي وابويه ما بغى اكون سبب في عذابهم الموت ارحملي من دمعة من عيون احد فيهم لكن في نهاية عارف انه لازم امي تدري لازم البيت كله يدري بس هذا يبغى له وقت طويل وهنا تبدأ معاناتي مع المجتمع في حاجة لازم تعرفونها انا قلتلكم ان ابراهيم الله يرحمه كان انسان مستهتر لابعد الحدود في بداية حملي لما كنت امراض ما ياخدني المستشفيات ياخدني العيادة خاصة جنب البيت حتى وقت حملي لما سوتلي الدكتورة فحص الدم كان بس عشان تتأكد من هرمونات الحمل فقط مو لشي ثاني خلونا نكمل توترت علاقتي مع زوجة اخويا في البيت واهلي كلهم ما حد يعرف غير اخويا كل يوم نمر فيه بموقف غريب من زوجة اخويا كنت ماني خايفة من شي غير ان امي تعرف بس امي ما هي بذلك الغباء علشان ما تحس ان فيه شيء بالموضوع هي تعرف ان فيه شيء قاعد يصير امي ما هي عارفة تفسره من مواقف زوجة اخويا ما كانت ترضى تاكل من صحن المطبخ على اساس ان انا وبنتي ناكل فيهم فكانت تطلب لها اكل من برا واعتقد وقتها ان اخويا عجز منها وعلاقتهم صارت متوترة طول اليوم في ورفتي منقفل على نفس الباب في يوم كنا في الصالة نستنى اخواني يرجعون من الشغل عشان الغداء طبعا انا وامي واخواتي نسوالف في امان الله شاووا عيالة اخويا عيالة اللي معتوها هذه فنزلت صارخ وما احد فاهم سبب صراخها الا انا وامي كانت مستغربة ليش ما ارد عليها دخل اخويا بهذه اللحظة واول ما شافت بنتي امل ركضت عندها وحضنتها جلس يحضنها ويسلم عليها قامت زوجته وصرخت فيه قالت اذا انت مستعد تلمس هذه الجرافيم انا مو مستعدة انك تعدينها احنا مالنا ذنب في هذا كله البيت كله صمت احمد اخويا ترك امل وراح لزوجته ومد يدى عليها ركضت عليه وكنت اقول له تكفى روك ما نبغى مشاكل يقول خليني اقدبها واعلمها من الوسخة من هو المريض الحقيقي طلعت زوجة اخويا غرفتها وانا طلعت وراها كنت ابغى اعتذر له واحاول اخليها تهدى لكن تصرفي كان غلط اول ما دخلت غرفتها طردتني وقالت انت السبب ومدت يدها عليها ودفتني برا الغرفة وقفلت الباب في وجهي جلست ابكي على باب الغرفة شوية لا اسمع صوات تحت كأن احد يبكي صارخ نزلت شفت امي مغمى عليها لما انمدت يدي ابغى اشيي الامي معاهم قالت اختي لا 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 انت لا تمسكينها وكانت تطالع فيني وتبكي انا ماني فاهمة شي اخدت بنتي في حضني جت اصغر واحدة من اخواتي قالت انتي بتموتين وحضنتني قلت لها لا لا اش تقولين كذا قالت احمد يقول ان انتي مريضة بالمرض الفلاني عرفت وقتها ان احمد قال له عشان كذا اختي ما خلتني يلمس امي حضنت اختي وحضنت بنتي في هذا الوقت طلعت اختي الكبيرة وقالت الاختي الصغيرة اللي انا حضنتها روح يجيبي الامي معايا ما ادري هل فعلا امي تبغى معايا ولا ما تبغاني احضنها ما اعرف هل كانت قاصدة جلست انا وبنتي امل لحالنا في الصالة ما اعرف اروح لهم انتظر ما ادري اش اسوي قررت اني ادخل اشوف امي دخلت لقاتهم متجمعين حوالين امي وامي قاعدة تبكي واخوية قاعد يقول لهم عني وعن بنتي امل ولما انشافوني سكتوا ناداني اخوية احمد وقال لي تعالي كربت منهم وانا احس بغربة ما يعلم فيها الا الله قال اخوية خليهم يدرون عشان ترتاحين انتي قلت بس امي وابويا وقتها امي ما قالت لي ولا كلمة كنت محتاجة تحضنني تخفف عني وتقول مهما صار انتي بنتي كنت انتظر انها تواسيني وتقول انها بتكون معايا ووقتها انفجرت وصرخت وقلت لهم انا ما لي ذنب ولازم يكونون لي عون في مصيبتي ما لقيت اي رد من اي احد غير احمد كان يقول لي هدي عصابك واللي معاجبة بكيف اهلا هذا بلى من ربي وانتي صابرة عليه لك الجنة يختي طلب مني اني اروح غرفتي جلست من الظهر الى المغرب انا في غرفتي وما طلعت بعد المغرب احد دقبة بغرفتي فتحت لقيت ابويا حضنني بقوة وكان يبكي قاعد ابويا على طرف السرير وقال لي ليش ليش يا بنتي وتابويا انا والله ما لي ذنب والله ما لي ذنب انا ضحية وابراهيم كان السبب تقدر تسأل اخوه سالم يعرف بالسالفة وحكيتها كل الموضوع قال لي انا عارف وانا ما اشك في اخلاقك انا كنت اقول ليش يمعرفتي انه مو زين صبرتي عليه ليش فهمت ابويا انه ممكن انصاب قبل زواجنا بفترة كان ابويا يقول الكل كان يمدح فيه نحس بالله عليهم جلست فترة ما اطلع ولا اروح ولا اجي كنت اطلع من غرفتي اروح المطبخ اخذ ليه والبنتي اكل وارجع غرفتي لين في يوم رح تجيب لي غدا انا وبنتي لقيت الخدامة ورايا واي شي امسكة تمسحها كان معاها منشفة وديت هول سألتها ليش ليش قعد تمسحين اشي امسكة قالت ماما تقول قلت طيب ابغى غدا الحين شلون قلت طيب هذي صحونك صحون بلاستيك عشان اكل فيها انا وبنتي وبعدا يرمونها يعني اذا اهلي كذا كيف اللي برا بيعاملوني طبعا خبر مثل هذا مستحيل يتخبه خلاص خصوصا البيت في حريم اخواني وهم قالوا لأهلهم واهلهم عندهم اقارب وخلاص انتشروا الخبر مرت علي ايام سادة كنت مهمومة وحزينة قلت خلاص بكلم واحدة من صحباتي الاهي نفسي في الجوال بنجن وما كنت عارفة اني بقتل نفسي بهذا الاتصال دقيت على واحدة من صحباتي اعزها دقيت لما فصل الجوال وما حد رد بعدها وصلني منها رسالة قالت فيها الرجاءة لا اعرفك ولا تعرفيني وحتى لو تشوفيني في اي مكان اللي اجي نتسلمين علي منعا للإحراج وانتي تعرفين السبب قسم بالله صدمة كانت الرسالة كف وقتها دخلت في حالة هستيرية صرت اصارخ واصارخ صوتي وصل لسابع جار دخل ابوي عند الغرفة وامي وراه وابوي يمسكني ويقول يا بنت الناس هدي وقتها كانت امي اول مرة تدخل غرفتي من شهرين بعد هذاك الموقف كانت امي لابسة قفازات في يدها مع هديتول ومنشفة وشاش بس لما انشافتني طاح كل شي من يدها ومسكتني وحضنتني حاولت هده شوي هدوني اهلي وراحوا بعدها بساعتين جاني اخويا احمد وسألني عن اللي صار وقلت لي عن كل شي واني ماني قادر استحمل خلاص صبري نفذ الكل يبتعد الكل ينفر الكل صار يكرهني حتى قلت لي حتى لو بموت الظهر ماحد بيصلي علي ولا بيمشي في جناستي كني كافرة انفجر اخويا احمد من البكي صار يبكي معايا كان حاضن يدي ماسك يدي فهذيك اللحظة خشت زوجته علينا وشافت احمد ماسك يدي ويترجاني اشيل الافكار السودة من رأسي وانه بيكون معايا واقف بجنبي سمعتها يقول هذا الكلام وصرخت في وجهها وقالت ان استمريت تلمسها لا تلمسني ولا تلمس عيالك والان اطلعني بيت الحالي قام احمد اخوي مثل المجنون ناوي الهنية مسكت قبل ما يسوي فيها جريمة قلت اسمع انا ما بغى ادمر حياتك ان كنت تحبني صدق لا تقول لا شي خلاص الحق معها خايفة على نفسها بنت الناس وانا اللي بطلع من البيت مو انتو رحت غرفتي وقفلت الباب جلس يدق يدق وتلا اطلع ابقى انام ما رح افتح لحد مرت الايام وانا في ورفتي تا اهل زاجي ما يسألون انا بكيفي طب حفيدتكم ليش ما تسألون عنها قررت في يوم من الايام اطلع مع بنتي امل الحديقة يمكن المسكينة تنبسط لاني ما كنت اقدر خليها تطلع تلعب مع العيال الكل يخاف منها دقيت على احمد وقلت لا انا بروح الحديقة قال خلاص بوديق قلت لا بروح مع السواق طبعا الناس اللي يشتغلون عندنا في البيت كلهم عارفين عن وضعي ووضع بنتي رحت الحديقة وجلست لعب امل على المراجيح وهي مرة مبسوطة فهذه كل لحظة تعرفت على حرمة مع اولادها صار يلعبون مع امل وانا متكية معاها وانسالف واتفقنا ان كل اسبوع نتقابل في الحديقة هذه وفعلا مرة مرتين ثلاث مرات قابلت الادمية كن جالسة مع الادمية نضحك وبنتي تلعب مع اولادها الا في صوت من ورايه كانت تقول خلاص يولادي الروح مكان ثاني ما نبغى المرض الفلاني يجينا من مراجيح الحديقة مساكين فين اهل هذول الاطفال تركينهم يلعبون مع هذه قصدها بنتي الدولة غلطانة ما تحجز على هذه الاشكال وراي وراي تتكلم كلنا سمعناها قالوا سي الحرمة اش تقصدي انا سكت ولساني انشل قامت الحرمة وقالت انا امهم اش تقصدين قالت ما قالتلك اللي جالسة معاك ان فيها مرض الفلاني مو بس هي تري حتى بنتها انا ما عرف تتكلم سكت لفت الادمية قالت من جد وقتها انفجرت وبكيت طبعا السواق المسكين رحمني لانا جالس على مسافة بعيدة يشوفنا يسمعنا وهو اللي انتشلني من هذا الموقف اسمعته يقول ماما بابا اتصل يقول يالله ارجع البيت بسرعة ماما الكبيرة تعبانة وراح اخذ بنتي امل من المرجاحة ودخلها السيارة وركبت انا السيارة لما مشينا شوية قال السواق ماما انا اسف بمعنى ان ما ابغى الحرمة ضايقك وبابا ما اتصل والمرة الجاية بنروح حديقة ثانية علشان امل تلعب كلامه كمثل البلسم سبحان الله مع انه مو مسلم يشفق علي اكثر من اهلي الله يرزقه بس نعمة الاسلام طبعا هذا السواق عندنا من ونا صغيرة من ونا في الابتدائي عشان كذا نثق فيه مرت الايام والسايب كل اسبوع يودينا الحديقة وصار خروجي بشكل يومي من العصر الين الليل بعدها لكل استاء من خروجي اخرج كل يوم مو عشاني لا عشان السواق يبغونه يعني لانا كان يجلس معانا بعيد عنا شوية ينتبه لنا وعيشة حياتي واتمنى من ربي اني شافينا ويعافينا انا وبنتي انتهت القصة وبس الهيني كوصة لنهاية فيديو اليوم اذا عجبكم المقطع لا تنسوا تضغطون على زر اللايك تشتركن في القناة مواقع التواصل حقتي تحت في الدسكريبشن لا تنسوا القناة الثانية المقطع موجود اول رابط كمان كم معكم رون سلام